اعزائي وحبيب وطلاب وطالبات سنقول اعدادي بعد ما انتهينا في فيديوهات سابقة من اه شرح وحل تدريبات مختلفة خاصة بالوحدة السابعة والتمنى جي النهاردة ان شاء الله هنعمل مراجع عامة او مراجعة ليلة امتحان رقم واحد لشهر فبراير الفين تلاتة وعشرين. ان شاء الله الفيديو ده يكون اه قراءة الكلمات كلها الخاصة بالوحدة السابعة والتمنى وبرضو شرح او مراجع عامة للجرامر وبعد كده حل تدريبات ايه مختلفة. في اول فيديو اه في اول تعليق اذا فيديو هتلاقي رابط هتضغط عليه هيوصلك لقيمة تشغيل او بلاي لست هيكون فيها كل ما يخص منهج قول اعدادي. طبعا في فيديوهات خاصة في بكتاب جيم وفي فيديوهات خاصة في كتاب كتاب المعاصر. كمان قبل نهاية الفيديو بعشرين ثانية هتظهر لك شاشة النهاية او هرشح لك اه تلات فيديوهات مهمين جدا ممكن تشوفهم بعد نهاية هذا الفيديو ايه مباشرة. المراجعة النهاردة ان شاء الله هتكون من كتاب جيم طبعا هنحل او هنقرأ جميع الكلمات وهنشرح الجرامرتين هنا من المراجعة ونحل برضو ايه تدريبات وامتحان ايه كامل. بداية من صفحة ستين طبعا اللي معاك كتاب المعاصر او كتاب جيم مش هتفرق كتير. الكلمات هي هي الجرامر هو هو والتدريبات ما هي الا تنوع في التدريبات علشان ما تقولش ايه ده الكلام ده من كتاب جيم فها في الفيديو لو معاك كتاب المعاصر استفيد لو معاك كتاب جيم انت ايه بتتبعني. عندنا بداية من سيكسي هنقرأ الكلمات طبعا الكلمات دي فبراوري ريفيجن مراجعة جاري فبراير. عندنا يونت سابن. يونت سابن طبعا اللي هو كان بعنوان ها واز يور ويكند. هقرأ الكلمات بس هقرأها مرة واحدة بس. طبعا هي باللغة العربية مكتوبة قدامك. فانا هقرأ لك بالانجليش بس عشان تسترجع بس ايه المعلومات معايا. ادبنتر ستوري. اكوريوم. انترويو. باولينج آلي. ستراست. اكسيبيشن. فوتبول ستيديم. فونفير. فانتاستيك. خلي بك كلمات دي مهمة جدا. جونجل. موف تو. موف تو يعني انتقل الى او يعني. ميوزيوم. ميوزيكل انسترومنت. ميوزيشن. نيرفوس. نيرفوس يعني عصبي او متوتر على حسب الجملة بتاعتها يعني. بلانيتاريوم. بريفير. سيلر. سكول كنتين. سبورت سنتر. ستورم. سوينج بول. بيشينت. ويك اند. او ويل. بعد كده الصفات اه الصفات مهمة وانا كنت قلت لسه فانتاستيك ادي عندنا كلمة فانتاستيك يعني رائع. عندي عند ايه ترابل. في نفس الصفحة برضو هنشوف اللي هي انواع انواع الموسيقى. طبعا خدنا الكلام ده كله في سابن. جاز اوبرا راك. الحاجات اللي جاية دي بقى مهمة جدا. عند وانت بذكر كده وانت بتذكر كده ايه امسك قلمك رصاص وحط اه هايلايت او خط كده تحت كل ما هو مكتوب بلون احمر. الحاجات دي مهمة جدا. عندك مثلا مثلا يبحث عن يجي ببالك بقى ينظر الى يعني يبحث عن كلمة فقاموس وهكذا. يعني خائف من او مرعوب من. طبعا نركز على البريبوزيشنز. يعني لدي حفلة شواء يعني يعمل حفلة شواء. يعني عندو حسة رياضيات. لو دي حسة رياضيات. عشان ما اطلقبتش بين دو وميك وهاف والحاجات دي كلها. يعني يتجول. خلي بالك دي كلمة واحدة. يقرر انويات بعدها يفعل في المصدر. خلي باك هتاخد الحاجات دي بالتفصيل في سنة تالت عدد ان شاء الله الافعال اللي يجي بعدها زائد الفعل في المصدر دي حاجة مهمة جدا. لان في افعال يجي بعدها على طول. طبعا الكلام ده هيكون ان شاء الله في الوحدة التمنى في سنة تالت عدد عليك بخير. زي ما انت بتقول مثلا عندي يجي بعدها الانشطة اللي فيها انجي زي جو سويمينج جو بولينج جو دايفينج وهكذا. play in a band. play in a band. play هنا يعني يعزف. بعد كده what type of? what type a of? بعد كده ننتقل للكلمات الخاصة بيونت عندنا بيج سكستي ون. عندنا هنا اتشيف. اميزينج. بريدج. كار بارك. سنتري. سيتي سنتر. كولم. الان سايلنت هنا اخلي بيهلك. كامبيتيشن. كونتري. كراس. خباك كراس هنا. يعني يعبر او يمر على. ديزاين. طبعا عندنا هنا جي سايلنت. انترانس. بانك. غلاس فلور. جايد بوك. اوبجيكتس. لينك. لينكت. طبعا الايدي هنا تساوند. وهنا يربط. زي كناكت كده. طانل. سونسات. غروب الشمس. سونرايز. شروق الشمس. كولكشن. سكوير ميتر. سكوير ميتر. يعني متر مربع. ستاتشو. سوسبنشن. تاور. تريجر. تي في شو. ويب سايت ريفيو. ويب سايت كلمة واحدة. فاونتن. رايتر. دي كلمات خاصة بالواحدة التامنة. نيجي هنا في حاجة اللي هي طبعا الحاجات دي مهمة جدا انتكت خاصة اه بالواحدة التامنة اللي كده بعنوان. طبعا الحاجات دي بتستفيد منها في اللي لما بتيجي تحل ايه ايه بالديالوج عملة او بشكل عام يعني عندي هاو هاو وايد اه طبعا لما كنا بنقول وات سيبقى او وات ويتث. هاو يجي بعدها صفة. وات يجي بعدها ناون. هاو وايد اه اه ما ما عرض او ما اتساع او كامل العرض او كامل الساعة اصلا. لان لو ما عرض او ما اتساع بنقول وات ويتث. بعد كده ما ارتفاع ما عمر او ما سن وبعد كده كامل العدد ويجي بعدها اسم جمع يعد بعد كده عندنا بعض الصفات الموجودة في عندنا هنا بداية من بعد كده Lum conhe عل ترصد الزامان يعني عميل سبب عملي الشمس او شرق الشمس بياخد مزدحم ب لما التنتيج تقولي يعني السؤال ده سهل بالنسبة لان انا حلو يا قضي اجازة دو اكوز مش ميك اكوز خل بالك انت انا الممكن اعملك يو اكوز واكوز. انت telescope تحلو بقى. انت you do it. ممكن do او make بس على حسب الجملة. بس فالغالب انت كطالب بس في الغالب انت بتقول ايه ايه ما تقول متى تقول ايه ايه. اي دو اكوز يو اكوز. weren't if there's a person gonna Prowd of يعني فخور بياه. لما ممكن تقول ايه うm pied petits ماءkung بعد كده عندي يعني ايه يصبح اكثر ايه زحمة. عندنا بعد كده ريزن فور وعندنا كلمة كوز يعني سبب خلي بالك كوز بيجي بعدها ولكن ريزن يجي بعدها فور. بعد كده ميك نوتس ميك نوتس سيميلر سبايس فور سبايس فور يعني انت ممكن تقول كايرو ايجيبت. نيجل الجزئية المهمة الخاصة اللي هو خدنا طبعا جزئية مهمة جدا وسائلة جدا والي هي الماضي البسيط وانت كنت تخدته في الترم الاول. الوحدة اللي كانت اللي كانت باسميه ومع ذلك برضو بدرجعها لك على طول. عندي هنا كنا بنقول ده زمن او بنعبر عن حاجة حدثت في الماضي ولا علاقة لها ايه بالحاضر. مبدئيا كان في جزء الاثبات عند السبجيكت الو الفاعل قد يكون اي وي هي شي ات ايا كان الفاعل وبعدك التصريف الثاني للفاعل. خلي بلك التصريف الثاني للفاعل. كان في افعال الريجولر بوربز اللي هي الافعال المنتظمة. اللي هي المنتهية اللي هي مسلا تبقى اونت آآ رايد توبقى رود وهكذا. عندي簽الين هنا مونا واشت اي نايس فلم لاس نايت. وعندك الكي وورد هنا هو لاس نايت. يبقى هنا عندي مونة واتشت اي نايس فلمي لاس نايت لو فعل غير منتزم زي هاف او هاز الماضي بتاعه بيبقى هاد هنا ممكن نقول ده في حالة الاثبات في حالة النفي يبقى الفعل المنتزم بتنفيه ديدن تزيد الفعل في المصدر عندك السبجكت ديدن تزيد الفعل في المصدر عندك اي ديدن تفزت ماي انكل استردي خلي باقي دي جملة منفية ممكن تقول الكلمات الدل على الماضي البسيط طبعا كتير ونذكر على سبيل المثال هنا يسترديا امس كنا بيقول لستو اخوات الماضي لست ويك لستير لست منث عندي في فترة زمنية اجو وتأتي في نهاية الجملة اجو يا مثلا ثري ديز اجو منذ ثلاثة ايام تو اورز اجو منذ ساعتين واكد عندك انذا باست وعندك بعد كده ان وتكون سنة في الماضي مثلا ان تونتي تل وبرضو فيها اخلي بالك الكتاب برضو برضو تدل على الايه من الكلمات الدل على الماضي الايه الماضي البسيط نيجي في الباس سيمبل برضو عندنا جزئية طبعا يعني ايه طبعا نتيجة تقول لي بتبقى مع اي وهي وشي وات هنا ممكن تقول جملة يعني انا كنت في المركز الرياضي منذ يومين خلي بالك الجوة هنا هو وبعد كده قبلها مدة زمنية مدة زمنية او فترة زمنية محددة عايز تنفي الحاجة دي بتقول ممكن او جملة منفية يعني هتقول يبقى يمنفي خلي بالك انا ما قلتش لان بييجي بعدها فعلا في المصدر لكن بييجي بعدها يا اما حرف جر يا اما صفة بعد كده جملة تالتة اما برضو انت ما الا بتعمل عملية استبدال هنا بتبدل وبعد كده الفاعل ثم باقي الكلام هنا طبعا سألتك بياس ممكن تقول وممكن كمان تستخدم الو ايش كوشن الو ايش كوشن ليه وين واي وكذا الو ايش كوشن بيبقى عندك وانت بتحدد بناء على السبجكت الوراعة عندي هنا لو انا مسلا سيسترز اخواتك البنات اقول لك خلبك وير وير التانية عندي جزئية مهمة جدا هنا برضو بيس ار نو طبعا اليس ار نو كوشن كتير جدا عندنا مثلا ممكن عندك بكان مثلا بتقول كان وبعد كده التكملة اللي هي مسلا اللي هو اسئلة وعندي ممكن اللي انا بحطها هناه وبعد كده وبعد كده وبعد كده اللي جملة التكملة لو الجملة ماضي كنت اقول لك خلي بالك انا بقول لك عندك قد عندك اتنين اهو وبعد كده قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون وبعد كده الفاعل اللي هو عندك هنا وبعد كده المصدر وبعد كده تكمل تكمل الكلام الجزء المهم جدا برضو بتاع الجزء الجرامر كان جزئية عندي جزئية عزيز و اللي هو المقارنة بين اتنين بس خلي بالك في صفة في حالة الصفة ازا كانت صفة قصيرة قصيرة المقطع يعني اللي بالنو عليهها اللي الصفة القصيرة بنحط لها اي ار اي 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 ار اي طبعا خدناها بالتفصيل في الشرح وحل الفيديوهات اللي قبل كده يعني طبعا الصفة القصيرة عندي اي ار وبتضيف بعدها كلمة ايه ذان? بس خلي بالك دي في حالة الصفات القصيرة. عندك طبعا لو عايز اقول لك ابدأ هتقول لي يبقى الصفة عندي وحط لها وبحط لها ايه ذان وبعدين تكمل. دي مقرنة في صفة منقرنة بين شيئين او شخصين في صفة تكون قصيرة. ممكن نقول لك بلاينز اه سوري بلاينز ار فاستر ذان ترينز. بلاينز ار فاستر ذان بلاينز. الطائرات اسرع من القطرات يبقى اكيد هنا ترينز ار سلوور ذان بلاينز. يبقى دي كلمة تحط لها اي ار بعدين ذان. اما اذا كان هناك كامن اكسابشنز استثناءات شاسق شائعة زي مسلا جود. هو هتقول لي جودر ذان بقى وبادر ذان وفورر ذان والكلام اللي بناش عارف اللي اللي بلاش هزعل منك فيه ده لا. جود دي صفة استثنائية او بعض من بعض الصفات الاستثنائية اللي ما بنحط لاش اي ار جود بتبقى بيتر. ايم بتر ذان مثلا ايم بتر ذان عالي اتماث. انا افضل من عالي في الماث. يبقى لو شفت جود وبعدين صفة بين اتنين يبقى بيتر. ايم بتر ذان عالي اتماث. وبرضو نفس الكلام باد بتبقى يعني التقس او حالة الجو بتاعة النهار ده اسوأ من حالة ايه امبارح. خلي بالك بيعنا زيلك ان يستر ديز وذر از بتر ذان اا تا ديز. اما كلمة فارم مسلا عند هنا. اللي بعيد بتبقى فرذر. ويتش برامد از فرذر فروم دا سيتي اه سنتر اف كايرو. ويتش برامد الارمات الابعد من من يعني ايه اه دا سنتر اف ايه كايرو وسط ايه القاهرة. اما اذا كانت الصفات طويلة الصفات طويلة في المقطع خلي بالك زي دي حاجة اسمها طويلة المقاطع. لما بتكون طويلة في المقطع خلي بالك ما بينفعش حط لها يعني ما بينفعش تقول لا. اذا كانت صفة طويلة بتحط مور او لس. مور ازا كانت اكثر و لس ازا كانت اقل. على حسب الصفة يعني. وبعد كده الصفة الطويلة تحتفز بيها بتحط كلمة ايه دان. مسلا هنا يعني الاسد اكثر خطورة من الكلب. يبقى خلي بالك لو انا عايز ابدأ بالكلب هقول يبقى خلي بالك انا بحط مور او لس ما بما يناسب الجملة. بما يناسب ايه الجملة. عندي بايكس ار لس اكسبنسف ذان كارز. طالما البايكس اقل اكسبنسف اقل تكلفة او اقل غلاقة من الكارز يبقى اكيد الكارز ار مور اكسبنسف ذان ايه ذان بايكس. بعد كده ممكن في الاسئلة بقى بنقول which is. خلي بالك لما بكون بفاضل او اميز حاجة عن حاجة تانية اقول which is او which are مثلا على حسب الجملة برضو ام حاجة صفة مضاف لها اي ار اذا كانت صفة قصيرة ومور او لس اذا كانت صفة طويلة وبعد كده الصفة وبعدين تقول اور هتقول لي مش فهم اقول لك افاهمك. اقول لك which is higher تبيل اعلى. اه اقارن انا حاجتين بقى اجا احط كما كباك الكما دي مهمة مونتين افريست او مونت كلمنجارو. يعني ايه الا اكثر علوا او ايه الاعلى. خلي بالك اقول لك جبل افريست ولا جبل كلمنجارو. انت تيجي مثلا تقول لي مثلا هتقول لي مونت افريست ايز اه هاير ذان مونت كلمنجارو او العكس. حاجة تانية لو هنا مثلا قصة صفة طويلة برضو اه اه صفة طويلة زي كراودد. طبعا كان هاي صفة قصيرة بحط مور او لس. يعني ايه البلد او المدينة لاكثر ازدحاما. كايرو او اسوان. تيجي انت تحل بقى تقول لي مثلا كايرو ايز مور كراودد دان اسوان. لو انت ممكن تقول لي ايه. لو انا عايز اجيبها بطريقة تانية ممكن تقول اسوان ايه. ليس كراودد دان ايه. دان كايرو. تيجي بعد كده الصفات الصيغة التفضيل العليا. اللي انا بقارن واحد بمجموعة كم ايه. اذا كانت في يعني الصفات القصيرة بتحط قبل الصفة القصيرة ذا. بتحط قبل الصفة القصيرة ايه? ذا. وبعدين الصفة وتحط لها ايه? يعني مثلا ممكن يقول لك مثلا ايه. يبقى انا مش بقارن علي بواحد تاني او واحدة تانية. لا مش بقارن بين بين اتنين بقارن بواحد بمجموعة. صفة قصيرة. حط ذا الصفة القصيرة حط لها ايه ستي. علي is the tallest boy in our a class. برضو هيبقى في استثناءات لهذه القاعدة في زي عندك جود وباد وفار. خلي بالك احنا جود كنا قلنا بتر. وباد تبقى تبقى دي في حالة المقارنة بين اتنين. طب هنا صيغة التفضيل العليا او انت بتحط ذا. خلاص ذا دي عرفناها. مفيش مشكلة. يبقى the best اقول لك سامي is the best student in my class. لان هو يعني no one no student is better than him. يعني سامي ده افضل ولد في الفاصل. يعني مفيش واحد اشطر ايه منه. يبقى سامي is the best student in my class. today's weather is the worst. طقس اليوم هو الاسوأ. هنا عندي the red pyramid is the furthest from the city center. اه from the center of كاير. خلي بالك الجمل دي الصفات دي هي الجمل او صفات اللي كانت في اللي هي الشرح السابق اللي هو كانت اللي ايه الصفات اللي ايه القصير عشان مطلق بطش بس. عندي اذا كانت long adjectives الصفات الطويلة كنا بنحط ايه بنحط ذا وكونت سوري كنا بنحط مور او لاسو بعدين الصفة وبعدين ذان. هنا بتحط برضو على حساب المعنى وبعد كده الصفة ايه الطويلة يعني ده اقل هو ده اقل كتاب ايه شورتا او شعبتا في ايه في ايه المكتبة الجزئية دي بقى الجزئية الخاصة بالسكيلز الجزئية دي بتساعدك في الديالوج بتساعدك في حل الديالوج عندك هنا طبعا الديالوج دلوقتي بقى مندركتين ونص طبعا هنحل ديالوج كامل بعد شوية حل المتحان كامل وبيكون عندك تكوين اسئلة واجابة على اسئلة بيكون عندنا خمس فراغات بيبقى الخمس فراغات دول اتنين اسئلة وتلات اجابات هنجلها بالتفصيل بعد شوية عندي مثلا هنا ده يعني متى تناولت الافطار خلي بالك وين متى وبعد كده ديد الفعل المسيعة عند ماضي لازم تقول قلتلك من شوية كلمة دل او جزئية دل على الماضي البسيط نفس الكلام الذي تقول برضو نفس الكلام ما نوع الموسيقى اللي بتحبها ممكن تقول وتقول الحاجة على حسب برضو اذا كانت دي خاصة بديالوج حب موسيقى ايه الباب بعد كده اللي ما يخص برضو اللي هو اسأل واجب عن القياسات عن القياسات كنا بناخد هاو طول هاو لونج هاو وايد هاو ديب واكده هاو لونج اذا كايرو يعني هو ما هو او ما طول طريق القياس كندراس حراوي بتقول وبعدين تقول الطول يعني وطالما سألت بهاو لونج فبتجاوب برضو ايه التمييز برضو هنا بيكون ايه لونج او ما عرض او ما اتساع هاو وايد اذا تحيا مصر اه بريدج ما عرض او ما اتساع كبرى تحيا مصر خلي بالك دي طبعا حقاق وموضوعات ختاة في ايه في الكتاب برضو عندك السؤال عن اه اخذ الرأي يعني خلي بك بتحط كما اي منظه الاسعب في رأيك يعني فانت ايه تقولي انا في رؤيي يا راجل ليه كده بس في رأيي اللغة الانجليزية هي اصعب الاطلاق بس ان شاء الله بعد هذا الفيديو ما تقولش الاصعب الاطلاق هتقولي ان بعد كده واتصير رأيك في كبرى تحيا مصر كبرى تحيا مصر دي بتستفيد منها في وتكتب جمل وبرضو في ايه في الجزية مهمة جدا وطبعا احنا مش نقولها بالتفصيل دي تكتبها صاحة بقى يبقى عن هنا انا ممكن اقرالك دي واشوحالك بسرعة بس في القناة في اكثر من فيديو ازاي تكتب البراجراف اصلا ازاي تكتبه من الالف الياء لو بسيت على حرف الاي هتوسق على الفيديو هتلاقي وصلك لفيديو ازاي تكتب البراجراف مبدئيا البراجراف ده عن الماضي خلي بالك انت مطلوب منك انك بتكتب من سبعين الى تمانين كلمة وطرع الزمن بقى والفوكابل اللي انت المفادلة اللي انت ايه بتختارها طالما يبقى اه طبعا لازم توقف الماضي تسيب حتة فاضية كده هو صغيرة كده هو بمقدار سنتي وتكمل تبدأ كابتل ال وعدين تحط كومة يبقى لاحظ ان الكل اللي جاي ماضي بقى انت نهاية عطلت السبوع الماضية عملت ايه خلي بالك روحت الملاهي وانت هنا برضو ماضي خلي بالك جومة المتتالية وبعد كده في الستوب وي وانت هنا بي كار مي فاضر بوت اس تيكتز بوت الماضي بتاع باعي اه the tickets بعد كده برضو هتقول في الماضي there were a lot of interesting games I rode برضو ماضي الماضي بتاع رايد I rode on the big wheel باري كده I felt الماضي بتاعفيل I felt afraid but it was fun بعد كده my brother went on a ride بعد كده he was really happy اللي يا يور براثر يعني بعد كده my little sister swam in a smooth plastic swimming pool خلي بالك كل الافعال دي ماضي my father and mother went for a walk مشهوب أبو ماما we all had الماضي بتاع has or have a wonderful time we decided to go there again قررنا نحن نروح هناك تاني بعد كده we went back home late at night وكلام ده كله it was a fun خلي بالك لما بقولك في الفيديو أنا عامل فيديو تحديدا how to write a paragraph نفس الكلمة عند unit eight عندك how to write about an important building اللي هو آآ عندك هنا the Cairo Tower نفس الفكرة ارجع للموضوعات تاعت الكتاب ونفس الفكرة هنا how to write about that تحيا مصر ايه بريج برضو ده موجود في ايه في الكتاب نيجي نحل امتحان كامل بقى unit seven and eight طبعا الكلام ده بعد مرور تقريبا كده داخلين على دقيقة 27 ويقول مسلا الامتحان ده ممكن يخد له بالكتير قوي ربع ساعة عندنا جزء listening خلي بالك الجزء listening ده بيعتبر اللي هو بيبقى السؤال الاول في الامتحان بيبقى في جزء listening كده الميسر او الميس بيقول لك جزء listening جوابونها على جزء listening انت بتحل الاربع سؤال دول في four options انت بتستمع خلي بالك ده الكلام ده بيكون عليه اربع درجات محدش بيغلط فيه خالص هذا السؤال انا اقول لك جزء listening ونحل the valley of the kings in luxor is one of the most popular places for tourists to visit we went early because that is the quietest time again the valley of the kings in luxor is one of the most popular places for tourists to visit we went early because that is the quietest time خلي بالك انهم انت طبعا بعد ما سمعت جزء listening مني او اه في الامتحانة تسمعه من الميسر يعني طبعا بتحل خلي بالك تكتب الايجابات فقط يعني تقول ايجاب سؤال الاول مثلا question number one بعد كده ايه اه number one خدنا كزا number two خدنا كزا يعني انا عايز من الاخر كده اربع اربع كلمات بس عندك الاولين where is the valley of the kings اه ودي الملوكة يقع فين in aswan in luxor in minia in suhag طبعا عندنا هنا ايه in luxor بعد كده number two who likes to visit it who likes to visit it guides thieves engineers or tourists طبعا عندنا هنا ايه تورس. بعد كده. number three. when did you go there? when did you go there? early? late? at night? or in the evening? طبعا هنا early. خلي باك انت بتجوه بنوع اللي انت سمعته. number four. why did you prefer that time? ليه بتفضل الوقت ده يعني? the quickest? the nicest? the quietest? the highest? طبعا هنا ايه the quietest. طيب خلي باك السؤال ده عليه اربع درجات. نيجل السؤال التاني اللي هو في الامتحان اللي هو الديالج بيكون عليه درجتين ونص خلي بالك بعد التعديلات الاخيرة. وفي فيديو برضو عملته قبل كده ازاي? او التعديلات الاخيرة لنترم الاول يعني المنصفات القديمة يعني كانت تكتب كلمة واحدة لكن دي بتكتبيه جملة كاملة. نصيح تليك بقى وانت بتحل هذا السؤال انك تقرأ المحثة كاملة طبعا انا بقوله كل مرة عشان الناس اللي بتابعنا اول مرة تقرأ المحثة كاملة عشان تعرف مين بيكلم مين? بيتكلموا عن ايه? بيتكلموا فين? وهم حاجة تنس بقى اللي بيتكلموا فيه. طبعا عندك عندنا خمس فراغات اهو. في فراغين منهم بيبقى على هاية اللي هي نمبر تو و نمبر فور. وبعد كده والاجابات جملة خبرية زي نمبر ون نمبر ثري نمبر ايه فايف. طبعا احنا عشان حلينا كتيرة يعني الى حد ما هنحل بسرعة شوية على على اساس ان على اعتبر انك انت خلاص عرفت الدنيا مش ازاي. طبعا ميرة اسك اس وفاء ابوت هال ويكند ان اليكساندريا. يعني اه اه ميرا بتسأل وفاء اه عن العوض الاتناهات الاسبوع بتاعتها اللي في اسكندرية خلي بالك. خلي بالك اللي في اسكندرية عشان ما تقولش اي مكان. ميرا بتقولها جود مورنينج طبعا ما حد قالها جود مورنينج فطب يا وفاء هتقولها ايه هترد ايه جود ايه جود مورنينج. خلي بالك اللي هيظهر بين الول هزرق هو الاجابات والول له احمر يقول له ايه? لا سيلة. انا بقول بسرعة شوية معلش. بعد كده مين راح تسأل السؤال اللي هو مش عارف ايه هو. بعد كده وفاق بتقول طالما هنا السؤال في الماضي او اجابة في الماضي يبقى السؤال في الماضي. يبقى عايزة تقول لي هي اه انت قضيت طالما في مكان يبقى وبعد كده الفعل المساعد طبيعي يكون وبعد كده خلي بالك وير. اه دي الكوستن وير. بعد كده الفعل المساعد وبعد كده خلي بالك لازم يكون فعل في المصدر هنا. فهي وفاق بتقول اي سبنت ات ان الكزاندريا. ميرا بتقولها هاو واز ذا وذر ذار. خلي بالك هاو واز ذا وذر ذار. ممكن نقول ايه? اي حاجة اجابات كتير هاو واز ذا وذر ذار. طب بس هنا بتقول لها امير رجع تقول لها اهان فانتاستيك? او جامد. طالما فانتاستيك وعلام التعجب يبقى هي قالت فانتاستيك. لو هنا فانتاستيك مش مكتوبة كنتم ممكن تقول لي او فانتاستيك او نايس او بيوتفول او اي حاجة. بس عشان هي قررت فانتاستيك فطبيعي هنا اكتب انت فانتاستيك. بعد كده ترجع تسأل هميرة. وبعد كده وبعد كده الوفاء اه طالما اكلت سمك يبقى طبيعي تقول لها اكلت ايه? فتقول لها طبيعي وط. فتقول لها وط ايه? what did you eat there? or what food did you eat there? or what food did you eat? يبقى what food? الاكل ديت عشان الفعل المساعدة في الماضي البسيط. بعد كده هي بتكلمها تقول لها يو وبعد كده ترجع للفعل في المصدر what did you eat? or what food did you eat? بعد كده عندنا what else did you what else did you do there? عملت ايه هناك تاني يعني خلي بالك وفاة لما تتكلم بتقول لها the water in the sea was very warm. المية في البحر كانت دافية. طبعا ما قالت الجزئية التانية دي فطبيعي هنا وفاة مو ممكن تقول ايه او الاصح يعني انها تقول ايه I went swimming. I went ايه I went swimming. خلي بالك لو ما فيش the water in the sea was very warm. هنا كنت ممكن تكتب اي حاجة بقى اي حاجة انت عملتها يعني. لكن هنا جزئية the water in the sea was very warm. يعني اتحتم عليك انك صح انك تكتب ايه I went swimming. بعد كده reading comprehension بيجي لك قطعة انشة بقى وبعد كده عليها اسئلة والسؤال ده كله عليه اربع درجات ونص وانا هقول لك في عند الاجابة تقسيم الدرجات والمفروض انت عارفها اصلا لانت حنكله خلي بالك ايه من اربعة وعشرين. ومع ذلك برده هنقول تاني. هنا طبعا بيقول لك read the following then answer the questions. يعني اقرأ خليبك تقرأ وبعدين تحل لان في الاسف طلبة يعني بيجرع على الاسئلة على طول وبعدين يشوف الحلول ويرجع تاني. لا اقرأ وبعدين يرجع ايه للحال. هنا يعني اولاك المتحف البريطاني ده في لندن هو اقدم متحف عام في اه العالم قديم يعني في العالم. it opened in 1759 and now has more than 13 مليون اوبجيكتز. يعني اه تم افتتاحه الف الف سبعمية تسعة وخمسين. ودلوقتي بيحتوي او فيه اكتر من 13 مليون ايه قطعة او حاجة يعني. حوالي ستة مليون اه اه زائر يعني بيروح هناك. خلي بالك طالما قال لك there وتعطيه خط يبقى كده يسألك سؤال. يا اما يقول لك there refers to a? يا اما يقول لك في الاسئلة نفسها يقول لك what does the the underlined word there refer to? يا اما يجيب لك في الاسئلة يا اما يجي لك بلا كيف الاختيارات. طيب. بعد كده the largest collection of Egyptian objects outside Egypt. يعني فيها واحدة من اكبر المجموعات او تشكيلة مجموعة من الاشياء القطع المصرية. القطع المصرية خارج مصر. one of its most important objects is the rosetta stone. واحد من الاهم القطع المهمة طبعا حجر ايه? حجر ايه? حجر ايه? حجر الرشيد. this arrived at the museum in eighteen two. يعني القطعة دي وصلت في سنة المتحف الف ثمنمية واثنين. the writing on the stone is in three different languages. الكتابة على حجر رشيد دي بثلاث لغيات مختلفة. this allowed ده يعتبر سامح للناس to understand ancient Egyptian hieroglyphics for the first time. ده سامح للناس ان هو يفهمه الكتابة الهيورغلافية المصرية القديمة في لاول ايه? لاول مرة. طبعا بيجي لك ستة اسئلة. تأسيمة الستة اسئلة يا باطل يبقى. عندك three open ended questions. اللي هو اول تلاتة? وكل واحدة عليها درجة. درجة درجة درجة. وبعد كده تشوز the correct answer from ABC or D. كل واحدة عليها نصف درجة. يبقى هنا عندك تلات درجات وتلات انصاص. تلات درجات اهو تلات انصاص بوحد ونص. يبقى دي كده اربع ايه درجات ايه ونص. هنا answer the following questions عندي هنا what is the main idea of this passage? يعني ايه الفكرة الرئيسية? ليه? القطع اعتقد دي سهلة جدا. هتقول the British Museum in London. do you think museums are wonderful? هل تعتقد ان الميوزيوم مهمة? طبعا بس ليه? هنا هتقول yes because it الحاجة دي يعني it allows us بتسمح لنا to see many monuments. يعني كثير من ايه من الاثر. when did there was a stone arrive at the British Museum? وطبعا دي اللي جاء مسالة اللي هي ايه? it arrived at the museum in eighteen two. طبعا ايه موجودة في قدامك في اول سطر. بعد كده عندك انا choose the correct answer from ABC or D. عندك hieroglyphics is a or an statue language temple museum. طبعا الهيرغليفية دي ايه? يعتبر ايه? language. بعد كده number five. the underlined word there refers to? خلي بك سهلة جدا دي اللي هو ايه? the British Museum. بعد كده London is a famous space in Europe. museum country city or statue. طبعا هنا ايه? لندن دي يعتبر ايه? يعتبر مدينة. والسؤال دي عليه اربع درجات ايه? ونص. نيجي بعد كده الجزئية الخاصة بال vocabulary اللي choose. بيبقى عشر جمل عليهم خمس درجات. كل جملة بنص. وخلي بالك بيبقى ايه? بيبقى سبع جمل يخص الكلمات. وتلاتة يخص ايه? الجرامل. عندنا هنا choose the correct answer from a, b, c, or d. عندنا سليم writes what happens to him every day in a photo search diary or diary. خلي بالك دايما لما انا في الكلاس بقى اجلش رح الجزئيه دي. دياري ودايري. داييري اللي يعنيو نوتا او فاكره مية. ودايري اللي ديري برودكت ما يخص ما يخص المنتجات الالباني يعني. فسليم بيكتب اللي بيحصله كل يوم في ايه? 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 طبعا فوتو لا اه? سورچ لا اه? او داييري لا. بعد كده نمبر two. I think طالما the most يبقى دي لازم يجب بعدها صفة طويلة الصفة الطويلة في الحالة دي مش هتبقى cheap or safe يبقى تختار يبقى ما بين beautiful و dangerous بس انا اعتقد ان تسلق الجبال ده هو ايه is the most dangerous اكثر خطورة اكثر يا ده ايه خطورة فيها خطورة يعني بقى نمبر ثري last friday اليوم الجمعة اللي فات ايه المكان اللي راحته to see the planets بلانتس اللي ايه الكواكب عندك museum planetarium aquarium or temple طبعا هنا عندك planetarium اللي هو ايه مبنى ايه القبة ايه اساموية نمبر فور a b s l b how space is the road بس هو قال له it's two it's twelve meter wide يبقى اكيد طالما قاله الحاجة دي اتساعها او ارضات ناشر يبقى اكيد قاله ايه اقوله ايه how wide سأل how wide عشان هنا التمييز ايه wide how يجب بعدها صفحة خلي بالك مش is t مش with اللي هو امتى بقى نقف عند الحتة دي سوائنا بقى طبعا هو ايدر مش هتنفع بس في طالب ممكن يقولك ها with لا with the law what what with يعني بعد كده نمبر فايف the birds sleep in caves to space themselves from eagles prepare make protect cross الطيور بيتنام في الكوف دي اكيد علشان تيحمي نفسها من الايه من النصور يبقى هنا to protect لازم برضو تكون حافظ معاني الكلمات بعد كده نمبر سيكس last year we moved space a new house in england to on with away طبعا هنا اخدنا برضو في جزئي الكلمات والexpressions والprepossitions يبقى هنا last year we moved to a new house in england بعد كده نكمل هذه الجزئية طبعا الكلام ده عندنا page 68 number seven we had lunch together in the school طبعا عندي اختبار كلمات يعني اتغدينا مع بعض في ايه الحاجة تخص المدرسة laboratory park uniform canteen طبعا هنا عندي the school a canteen بعد كنمبر eight who is space you or your sister خلي باك قلنها دي هدي ال wh question وبعد كده verb to be وبعد كده الصفة خلي بالك في ال comparatif طبعا لما comparatif ليه لان هنا عندك you عندك your sister يبقى old more old older oldest طبعا مش هتبقى oldest خالص ولا old وانا more old ما فيش حاجة more مش هتيجي بعدها صفة قصيرة اما ايه يبقى who is older who is older من الاكبر سنا you or your sister بعد كده number nine كنزي مش عارف ايه ما جاتش المدرأ الحفلة مبارح لانها كتعيانة يبقى لم تأتي خلي بالك come هنا في المصدر يبقى نفيها didn't come خلي بالك اوعى تقول wasn't come طبعا مش هتبقى قديد لان دي اصلا الجملة المنفية عشان فيها because هنا او يعني ما جاتش الحفلة مبارح لانها كيتعيانة وبعد طبعا was مش هتبقى بعدك number eight number ten my sister thinks she's space intelligent than me but she isn't least much most more خلي بالك طالما فيها than وهنا في صفة طويلة يبقى فيها more or less خليك لمحه انت بتحل and intelligent long adjective وبعد كده than يبقى فيه هنا قبلها more or less more or less more or less تاني اهو بقولك more or less but she isn't يعني اختي بتعتقد ان هي she is يبقى طبيعي more intelligent than a than me وخلي باكش يجيب لك لاس لان ال structure بتاعها كان هي بقى صح لكن ممكن يكون معنى غلط عندك most مش هناخدها much or least بعد كده نيجي للسؤال الخامس read and correct the underlined words عندك السؤال ده عليه درجتين بيبقى اربع جمل خاصين بالgrammar ويبقى كل واحد عليها ايه نصف ايه درجة number one this chair is most comfortable than the sofa طالما عندك then يبقى مقارنة بين اثنين المقارنة بين اثنين يبقى لازم تقول or more or less خلي بالك more or less بس عشان هي most فانخلها ايه more يبقى this chair is more comfortable than a sofa خيباك انت ممكن تقول this chair is less comfortable than the sofa يعني هذا الكرسي اقل راحة من الصفة دي هنت تقول ممكن يعني خيباك لو كانت less مش غلط بس عشان هي most خليها more ولو كانت least كنا مخليها ايه less معك ايه number two ايه بيكلم بي بسملة خلي باك ده سؤال خليك لمح وانت بتحل برضو علشان دي سؤال هنا طالما سؤال مينفعش اقول بسملة لازم هنا نقول ايه بسملة بيرد yes she has to a brothers بعد كده number three when are Samira's birthday when is انا حلتها كده when is Samira's birthday خلي بالك امتى عيد ميلاد ساميرا خلي بالك لو هنا حاجة في ماضي كنت هتقول when was Samira's birthday بس عشان هنا ما فيش حاجة تخص الباست فخليتها ايه is معك number four where did you went an hour ago خباك انا حلتها من غير ما تاخد لبيلك where did you ايه بعد كده الفعل المساعد وبعد كده الفعل ثم الفعل في المصدر يبقى where did you go انا ورا جو يعني اين ذهبتو كنت فين ايه او روحت فين ايه منذ ايه منذ ساعة نيجي بعد كده هنفترض ان دي مكان مشهور ممكن هسيب لك في صندوق الوصف ولو بصيت على حرف الاي في رابط هيدي لك a visit to a famous place in Egypt كتبو لك ايه بالتفصيل التقي بكم في المراجعة رقم اتنين برضو نشوف الحاجات اللي هي في كتاب ايه في كتاب المعاصر thank you